إلى سلاح حامد إلى الزميلة مريم سميح الموجودة حالياً في مقار جريدة الشروق اللي هنتابع معها كمان أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية مريم صباح الفل عليكي وفيه من ضمن المنشتات منشتات ملفت جداً للانتباه الحقيقة فيما يتعلق بالصدمة والزلزال اللي حصل في برشلونة بعد القبض على الرئيس الأسبق لهذا النادي في الفضيحة المسمى ببارساجيت صباح الفل عليكي وكلنا آدان صغية تفضل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان دويب وصبح على كل مشاهد القناة الأهلي في كل مكان من جديد طبعاً يعني جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقار جريدة الشروق معانا عدة عنوين وطبعاً العنوان الأبرز يا كريم اللي انت تكلمت عنه هيكون معانا في ختام جولتنا الصحفية النهاردة ده طبعاً وسط أبرز العنوين الصحفية الصدرة صباح اليوم الثلاثاء البداية من جريدة الشروق مسيماني علينا إظهار الأهل الحقيقي أمام فيتا الجنوب أفريقي لعبنا بتحفظ أمام الطلائع خوفاً من الهزيمة والخسارة من سيم بأثارت عالم عنوياتنا وأجاية له شخصية قوية يعني حرس بيتسو مسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي على الاجتماع بلعاب الفريق يعني ده على هامش طبعاً تمرين صباح أمس لمدة 20 دقيقة اتكلم معاهم عن التحديات المقبلة والفترة المقبلة قد ايه هي فترة مهمة طبعاً وكمان اتكلم معاهم عن الأداء يعني الخاص بالنادي الأهلي وأنه لازم طبعاً النادي الأهلي يظهر بالأداء المعروف عنه للجماهير ولكل العالم ده طبعاً بعد يعني بيتسو مسيماني شايف أو اتكلم مع اللعيبة أنه كان فيه أداء متواضع بعد الشيء خلال الفترة الماضية بدءاً من الخسارة أمام سينبا التنزاني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكمان مباراة طلاق الجيش على الرغم من أنه هي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 كمان أكد مسيماني اللاعبين أنه حققوا فوز مهم وشكرهم كمان على الروح القتالية اللي ظهروا بيها خلال مباراة طلاق الجيش حتى الدقائق الأخيرة من المباراة طبعاً زي ما معروف عن النادي الأهلي بلاس 90 أو بلاس 90 كمان اتكلم عن مستوى محمد الشناوي حارس المرمى قد ايه هو يعني بيظهر بشكل مميز جداً خلال الفترات المضية كمان اتكلم خلال هذه الجلسة عن يعني أجا ييه وقد ايه هو شخصيته قوية جداً ونستطاع أنه حقق هدفين رغم أنه هو لم يكن مستعد بالشكل الكافي بدنياً وكمان يعني قال أنه الفترة المقبلة هي فترة رهان على مستوى النادي الأهلي وأنه لازم طبعاً أنه هو يظهر الوجه الحقيقي للفريق ده طبعاً في المباراة المقبلة إن شاء الله بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام فيتا كلاب كمان من صحيفة الشروق مصر تنظم كأس العالم للرماية 2022 أعلن الاتحاد الدولي للرماية برئاسة بلاديمير لايسن إثناء تنظيم بطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 ده طبعاً في ظل النجاحات اللي بتحققها مصر على مستوى استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش في الفترة من 22 فبراير الماضي وحتى خمسة من مارس الجاري بمشاركة 32 دولة يأتي ذلك في إطار سقط الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة وتنظيم كمان كبرى البطولات العالمية والتي طبعاً أثبتت فيها مصر خلال فترة مضيق نفسها كمان أن مصر بتمتلك مقاومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة أسند الاتحاد الدولي للرماية مهم استضافة بطولة كأس العالم للرماية للرجال والسيدات إلى مصر حيث سيجتمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات طبعاً يعني في هذا الإطار أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة على تفوق مصر في تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية الدولية الأمر اللي بعث في الثقة للاتحادات الدولية على جميع المستويات الرياضية أنهم يثقوا في مصر ويعطوها فرصة تنظيم مثل هذه البطولات ومن بوابة أخبار اليوم نهايات فردي رجال وسيدات تراب لمونديال الرماية اليوم تختتم اليوم ونفسات اليوم الثاني فردي رجال وفردي سيدات في مسبقة التراب أو الحفرة ببطولة كأس العالم للرماية بدأت مسبقة التراب أمس بإصابة 75 هدف اليوم التاني يتضمن إصابة 50 هدف كي يكون كل لاعب يعني قام بالتصويب عالمية وخمسة وعشرين هدف كي يتأهل للنهائيات أفضل ست لاعبين ثم التصفية بينهم لحسم أصحاب المراكز من الأول وحتى السادس وذلك طبقا لجدول البطولة الذي تم وضعه من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للبطولة ومن موقع اليوم السابع مسحة للعاب المنتخب قبل 48 ساعة من معسكر مباراتي كينيا وجزر الأمر يخضع لعابه منتخب مصر الأول لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من انطلاق المعسكر الفرعانة يوم عشرين مارس الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية التي يطبقها الجهاز الطبي للفرعانة للوقاية طبعا من فيروس كورونا ويخض منتخب مصر مباراتي يوم خمسة وعشرين وتسعة وعشرين مارس الجاري أمام كينيا وجزر الأمر في تصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا عشرين اتنين وعشرين بالكاميران وكمان يعني خلال اجتماع اللجنة كان فيه يعني تحديات إزاي هيقبلوا الفترة المقبلة وكمان إزاي هيطبقوا الإجراءات الاحترازية ده طبعا عشان يتفادوا أي إصابة أي لعبي من صفوف المنتخب زي ما حصل في الفترة الماضية وكان أبرزهم طبعا محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا وكمان من سكاي نيوز عربية صدمة في برشلونا اعتقال برتميو في فضيحة بارسا جيت يعني رفض الرئيس السابق لنادي برشلونا برتميو الإدلاق بأقواله أمام قضية التحقيقات على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا ببارسا جيت وألقت السلطات الكتالونية الأبد على رئيس النادي طبعا السابق وعدد من مساعدي ده طبعا في خلفية اتهامهم بالتعاقد مع شركة إعلامية خصيصا لتشويه رموز النادي السابقين وكمان الحاليين وكان أبرزهم ليونال ماسي وبيكي كمان يعني عدد من لعبي الفريق يعني عايزين نقول أنه بعد الأبد على رئيس النادي ومساعدي نصحوهم المحامين أن هما يرفضوا الإدلاق بأقوالهم أمام القضية المسؤولة عن هذه القضية وهي برسا جيت كمان اندلعت هذه القضية يعني منذ أكثر من عام وعانى برشلونا من أزمات عديدة جدا خلال الموسم الماضي بسبب التعاقد مع الشركة الإعلامية اللي يعني تسببت في وقوع برشلونا في عدة أزمات وأبرزها كمان المشكلات طبعا اللي كلنا شاهدناها الفترة الماضية خاصة بين يعني ماسي وما بين برطمو بشكل خاص وأخيرا بنفكر مشاهدين قبل ختام جولتنا الصحفية طبعا بأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري وبرمت في تمام الساعة سبعة المساء وكمان مصر المقصة والمقلين في تمام الساعة الخمسة مساء كمان الجونة وسموحة في تمام الساعة الثالثة عصرا كمان في الدوري الإنجليزي منشستر سيتي وولفر هامتون في تمام الساعة العشرة مساء كمان في الدوري الإيطالي وفنتس وسبيزيا كالتشو في تمام الساعة العشرة إلا ربع مساء وأخيرا لاتسيو وتوينو في تمام الساعة السبعة ونصف مساء دي كانت جولة لأبرز العنوين الصحفية الرياضية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر جريد الشروق الكلمة إليكم مرة أخرى جزيلا شكر للزميلة العزيزة مريم سميح وأكيد شكرنا موصول برضو لزميلتنا العزيزة سالة حامد شكرا جزيلا لكم